موسيقى توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا من أهم مستهدفات برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتحقيق العدالة مع التركيز على المرأة المعيلة وريف الوجه القبلية فضلا عن دعم استدامة برامج الحماية على غرار برنامج تكافل وقرامة مع التوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة وزيادة مخصصات المساعدات المستفيدين وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي مع العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر برنامج الحكومة تبنى أيضا فيما يتعلق بالشق الخاص بحياة كريمة التوسع في برامج الاستهداف الجغرافي للمناطق الأشد فقرا والمناطق النائية والمهمشة وبالتوازي العمل على جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية بهدف محاربة الفقر والمرض ومنع التصرب من التعليم وزيادة حجم المساعدات العينية والنقلية المقدمة للأسر الأكثر احتياجا منح الأولوية القصوى للفئات الأولى بالرعاية ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة الجديدة أيضا مما يعكس رسالة مفاداها محورية اهتمام الدولة وتمكين كل الفئات المجتمعية دون إغفال لأي فئة مثل الأطفال وكبار السن أما ذوي الهمم فلهم اهتمام خاص في البرنامج من خلال توفير كافة أوجه الدعم لهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل ملائمة لهم وتأمين حياة كريمة لهم بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي ودعم التمكين السياسي لهم وضمان تمثيلهم بشكل لائق في المجالس النيابية ويشتمل البرنامج أيضا على تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة وتوفير برامج الحماية لضمان حياة كريمة لجميع المصريين